ترأس سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمع وزير التربية والتعليم رئيس مجلس مناء كلية البحرين التقنية بوليتيكنيك البحرين الاجتماع الدوري لمجلس الأمناء وفي مستهل الاجتماع عرب سعادة وزير التربية والتعليم عن اعتزاز الكلية ومجلس مناءها بالدعم المستمر الذي توليه مملكة البحرين لتعزيز المنظومة التعليمية وإثرائها ضمن المسيرة التنموية الشاملة مشيدا بما تحقق من إنجاز وخطوات يتم البناء عليها لمزيد من التطوير في مسيرة الكلية وخلال الاجتماع استعرض المجلس عددا من التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية للكلية ومنها الاطلاع على عدد من الإحصائيات والبيانات التي تبين ما تحققه الكلية من تقدم نحو أهدافها وخصوصا ما يتصل منها بالتوسع في تقديم خدمتها كما اعتمد المجلس لأيحة الموارد البشرية الخاصة بعمليات القوى العاملة في الكلية بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية ووافق على اعتمار تشكيل عدد من اللجان الممثقة عنه في جانبي الشؤون الفنية والرقبية كما استعرض المجلس أحدث الإحصاءات المتعلقة بالدفعات الجديدة من الطلبة الملتحقين بالكلية حيث بلغ العدد الإجمالي للطلبة المستجدين ثلاثة ألاف وتسعمائة وثمانية وتسعين طالبا وطالبة موزعين على مختلف البرامج التعليمية ترجمة نانسي قنقر